يقول شيخ شهير كنت في إحدى البلاد العربية في شهر رمضان من العام الماضي لإلقاء بعض الخطب وأثناء عودتي مساء أحد الأيام للفندق الذي أقيم فيه أشار لي صديق إلى أن أحد السحر ولم يخبرني بأنه قد تاب فقررت أن أجري معه حوارا ربما تاب ورجع إلى الله فاقتربت منه وقلت له أنا لا أعرف السحر ولكني أعلم من كلام الله جل جلاله أنكم ضعفاء وأنكم تريدون ما لا تدركون من الله سبحانه وتعالى فلن تضروا إلا من أذن الله سبحانه وتعالى حيث يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فقال لي نعم فقلت له هل تذكر شيئا من هذا حصل معك فقال لي كنت في يوم من الأيام أمام الناس أستعرض بالخناجر واحد في اليمين وواحد في اليسار وأقوم بغرس تلك الخناجر في بطني وفي جنبي فلا أؤذى وناس منبهرون ولا ترى الشياطين التي كانت كالدرع في صدري تحميني من الأذى وبينما كنت في نشوة الفرح بين الناس الذين قد قل الإيمان في صدورهم فإذا بشاب في العشرين من عمره عليه سمات المؤمنين في ثوبه ولحياته وسكينته وإذا به يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما إن نطق بتلك الآية إذ والله وأنا في طريقي حتى أغرس تلك السكاكين أمام الناس تناثرت الشياطين فاستقرت السكاكين في جنبي وعلى أثرها نمت ثلاثة أشهر في المستشفى بين آلام وعمليات وعندما جاءتني الشياطين بالمستشفى في أول يوم عاتبتهم قائلا كيف تتركوني فقالوا والله يوم أن دخل ذلك الشاب ونطق بآية الكرسي طردنا من المدينة كلها وعلى إثرها جلست أنا والشياطين نفكر كيف نؤذي ذاك الشاب فقلت لهم أنا لا أريد من اليوم أعمال ولا سحرة ما أريد في هذه الدنيا إلا هذا الشاب فقال الشيطان والله لأخرجن عينيه أمام والديه وقال آخر سوف أفجر الدماء في عروقه وهدد الثالث وتواعد الرابع فاطمأننت أنهم سينتقمون لي وفي كل يوم يذهبون ثم يرجعون ويقولون لي ما استطعنا أن نؤذيه ثم خرجت من المستشفى وذللت نفسي للشياطين وفعلت أفعالا لم أكن لأفعالها من أجل مددهم حتى يؤذون ذلك الشاب ولكن تمر الأيام والشياطين لا تستطيع إيذاءه وظللت على هذا الحال ثلاث سنوات في كل يوم أرسل له شياطين ويرجعون صفر الأيدي وعندما يأست تماما من إيذائه سألت الشياطين ماذا يفعل هذا الشاب وما سره فقالت الشياطين لي هذا الرجل لا يفوت صلاة الفجر أبدا وبعض الصلاة يظل في المسجد يسبح الله ويقرأ الأذكار والقرآن حتى يصلي صلاة الضحى فقلت لهذا الساحر الصلاة نجاه وقد قالها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أي أنه في رعايته وحفظه وحمايته وشياطين الدنيا كلها ما تستطيع إيذاءه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فقال لي من بعد هذا اليوم تبت إلى الله على يد هذا الشاب التقي الذي أحسن استقبالي وعلمني أمور ديني وجعلني صديقا له فقلت الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان ثم دعوت له أن يتقبل الله منه توبته وصالح أعماله ترجمة نانسي قنقر